التزمت السلطات الإسرائيلية اليوم بافتتاح مراكز لإجراء فحصات كورونا في القدس الشرقية لسيما في كل من مخيم شعفات وكفر عقب وسلوانة ويأتي هذا الالتزام من السلطات بعد أن قدمت مراكز حقوقية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية قيلة إن الخدمات الصحية المقدمة لتلك المناطق غير كافية وتنضم إلي من بلدة سلوان في القدس الشرقية مراسلة آي 24 نيوز أصالة إزريقي إذن أصالة أبدأ معك من آخر تطورات وأعداد الإصابات في القدس وتحديداً في أشطر الشرقي من المدينة مع تسجيل قرابة 19 إصابة غالبية هذه الإصابات في سلوان حيث تتواجدين نعم إذن بشار أتواجد الآن في مدينة القدس حيث تم تعريف مدينة القدس بأنها إحدى البؤر بتفشي فيروس كورونا ارتفع عدد الإصابات حسب السلطات الإسرائيلية لأكثر من ألفين إصابة في هذه المدينة ومعظمها في الأحياء اليهودية حيث تم الإعلام بأن 75% من المصابين هم من الأحياء من اليهود المتزمتين ووفقاً لذلك تم إدخال الإجراءات الجديدة بإغلاق كامل لعدد من الأحياء اليهودية منذ الأمس إذن هناك أيضاً ارتفاع لعدد الإصابات لسكان القدس الشرقية حيث تم الإعلان عن 75% إصابة حتى الآن الإجراءات في هذه المناطق لم تغيب نوعاً ما لنقول من قبل السلطات الإسرائيلية وذلك بعدم تنفيذ أو إجراء الفحوصات أو عدد الفحوصات ملائم أو الذي يجب إقامته في هذه المناطق للكشف عن الإصابات فيها أيضاً بالنسبة للإجراءات الوقائية فإنها أيضاً غير متواجدة حتى الآن في هذه المناطق إذن أيضاً كما ذكرت بشار لقد تم الإعلان عن أن السلطات الإسرائيلية ستقيم ثلاثة مراكز في القدس الشرقية لتقديم أو لإجراء الفحوصات لسكان هذه المناطق افتداء من يوم غد أحد هذه المناطق هي بلدة سلوان أتواجد الآن في بلدة سلوان ومعي هنا السيد جواد صيام مدير مركز المعلومات وادي حلوة إذن أستاذ جواد بداية ما هي آخر الأرقام للمصابين في هذه المنطقة؟ بداية السلام عليكم يعني الأرقام المتوفرة لدينا هي ليست أرقام رسمية لكنها أرقام مؤكدة في بلدة سلوان وحدها وصلت حتى هذه اللحظة إلى أربعين إصابة يعني مؤكدة هناك يعني نحن نتوقع ارتفاع هذا العدد في الساعات والأيام القادمة كون أن الفحوصات التي أجريت أمس ويوم أمس كانت عددها أكبر وكذلك الإجراءات التي تمت فيها الفحوصات في الأسبوع الماضي أو في الأيام الماضية كانت إجراءات بطيئة جداً اليوم رأينا كثير من السكان توجهوا لإجراء الفحص وكان الطابور كان مليئة بالناس يعني كان وقت الانتظار طويل نحن نتحدث عن منطقة سكنية ذات كثافة سكنية عالية نحن نتحدث عن سلوان التاريخية بأحياءها التاريخية حي الثوري راس العمود حوالي سبعين ألف نسمة في هذه المنطقة ذات كثافة سكنية عالية حوالي عشرين بالمئة من سكان القدس الشرقية بأحياءها الفلسطينية هي في هذه المنطقة عشرين بالمئة من سكانها نحن نرى الأوضاع العامة في هذه البلدة السلطات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراء وقاء في هذه المنطقة جل ما فعلته السلطات الإسرائيلية هو منعنا كنشطين وكلجين وكمؤسسات من القيام بدورنا يعني هذا من المفروض أن يكون دور سلطات الاحتلال عن تقوم هي بتطبيق هذه العمليات الوقاية نحن لا نمتلك ليس لدينا إمكانيات دولة بإقامة غرف حجر إلى آخرة نحن ما نمتلكه هو التوعية في الوقت الحالي لكن السلطات الإسرائيلية باستمرار تحاول قمع أي محاولة للسكان لتوفير مواد تموينية وكذلك حتى توفير مواد التعقيم نحن قمنا بتوفير مواد التعقيم لكن السلطات الإسرائيلية تقوم بمنعنا من القيام بأي نشاط وجل ما يهم السياسيين الإسرائيليين هو السيادة وليس حياة الإنسان نحن نعلم أن السلطات الإسرائيلية قامت بإجراءات في الأحياء اليهودية المتزمتة ولكن الأحياء اليهودية المتزمتة كان هناك رفض للإنصياع لأوامر الطوارئ كان هنا إنصياع لكن الكثافة السكانية العالية لا تعطينا المجال القيام يجب اتخاذ إجراءات معينة في حق هذه المنطقة شكرا لك سيد جواد إذن بشار هذه آخر التطورات والمعلومات بالنسبة لفيروس كورونا من مدينة القدس ومن بلدة سلوان نعم مراسلتها 24 نيوز أصالة إزراقي كنت معنا من سلوان شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم سيد جواد السيام مدير مركز معلومات ودي حلف في سلوان وإنضام إليه هنا في الأستوديو الدكتور محمد مصاروي المدير الطبي لمراكز مكابي الصحية في القدس الشرقية دكتور يريد أن أتابع ما بدأ سيد جواد يقوله في سلوان قال بأن هناك تقصير لوزارة الصحة والسلطات الإسرائيلية في الشطر الشرقي من المدينة وتحديدا في مدينة سلوان وعمليا اللجان هي من تصود الفراغ هنا اللجان الشعبية أين يضع هذا من هم مسؤولين عن هذا الموضوع ومنهم مراكز مكابي إحدى المراكز الصحية المسؤول عن قدس مساء الخير زي ما تفضل صديقنا لما حكي في التقرير أنه في نقص في الفحوصات في شرقي القدس في سلوان خاصة وبقية الأماكن عامة ولكن للأسف المعلومات مش دقيقة لأنه صندوق المرضى وبالذات صندوق مرضانا مكابي إحنا بلشنا من أسبوعين وأكثر نعمل فحوصات كورونا في شرقي القدس في مركزنا في الأصفهاني بيجونا ناس من سلوان ناس من أحياء أخرى من كفر عقب من أية مراكز ثانية ما في مشكلة في انتقال للناس ونهي جامع الفحص فالتقصير هو نوعا ما جاهل وعدم مش أنه عدم اكتراث وإلا أنه ما كان ترتيب ملائم لشرقي القدس الناس في شرقي القدس طلبوا بشتى الوسائل إن كان تواصل اجتماعي وإن كان الناس اللي بالشارع الجمهير طلبوا إنه هالفحصات تنعمل ومن اتلقى هذه الطلبات من صندوق المرضى احنا كلنا أولا قد صندوق المرضى اللي استجاب لهذا الطلب وأقمنا عيادة لفحص كورونا من اسبعين ونص يعني احنا بلشنا من تقريبا ثلاث أسابيع نعمل هذه الفحصات أكيد أنه وسطنا العربي وسط اللي فيه مشاكل وعي مشاكل وصول لهذه الأماكن اللي ممكن تعمل الفحصات ولكن صراحة ما أنا شايفه تقصير من ناحية السلوطات إن كان فيه أماكن معينة اللي فيه التقصير هو شامل فهو بشمل شامل قلت بأن المشكلة هي أكثر في ألوعي لكن أنت بدورك ومن خلال ما تراه هل جميع ما يقدم للأناس في القدس الشرقية من خدمات من حملات توعية من مراكز الفحصات هي ذاتها كتلك المقدمة في القدس الغربية مثلا؟ أكيد لا أكيد لا هي مش ذاتها المقدمة في القدس الغربية وإحنا دائما نسعى دوما بدور المسؤولين في إدارة صنديق المرضى إن قدر الإمكان الأهالينا في القدس الشرقية يحصلوا على كافة الخدمات اللي ممكن يخدوها في القدس الغربية أحنا عارفين أنه التقصير هو تقصير شامل وعام ولكن بهذه النقطة صنديق المرضى وأنا موصد جدا كمان من صنديق المرضى بعدما أحنا عملنا هذه المبادرة الأولى الكل فتح عياداته كان في حاجة لأول ناس يفتحوا يعطوا الوعي يكبروا شوي في حالة أنه أول عيادة فتحت كل العيادات فتحت وهذا الأشي صراحة المشكرين في المسؤولين الذين أعطونا المجال لأن نعمل هذه الفحصات للناس طيب انطلاقا من النقطة التي ذكرناها قبل قليل هناك التماس قدمة للمحكمة الهولية الإسرائيلية بضرورة إنشاء مزيد من مراكز الفحص في مناطق مثل كفر عقب وخام شعفات وسلوان وحيث أيضا تتواجد مراكز مكابي الصحية هل لديك المزيد من معلومات حول هذا الأمر؟ لا شك أنه في هذه المراكز اللي هي وراء جدار مراكز أو أماكن اللي صعب جدا بشكل لوجستي إنه إحنا نوصلها هناك الخدمة اللازمة وفي كتير حالات اللي الناس بيستصعبوا الانتقال مثلا كان التسكير في العيد اليهودي اللي صعب للناس اللي انتقالي يجي عملوا فحصات إنها هاي شغلات إحنا بنعرفها موجودة أكيد إحنا في حاجة إننا نعمل أجدار المشكلة أنها أيضا مكتظة بالسكان سوف يزيد الطين بالله مئة في المئة هي مكتظة بالسكان وكمان الصعوبة الانتقال واكتظار السكان يؤدي إلى انتشار حالات الإصابة بالكورونا أكثر وإحنا مع هذه المبادرة ياريت نقدر نفتح قدر الإمكان من العيادات اللي تقدم هذه الخدمة الحمد لله إحنا في من تجربتنا ما شفنا هذه الصعوبة في الانتقال لأنه في الاشي بيكون حيثي يعني الناس اللي هم طلبوا هذا الخدمة اللي قيوا عنا بس أكيد بيكون أسهل وأحسن أن نوصلها لعند وين هم يسكنون لعند الاكتظار السكان أكيد نعم ودكتور محمد مصاروي المدير الطبي لمراكز مكابي الصحية في القدسة الشرقية الشرقية شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلمات دكتور شكرا جزيلا